اكد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال استقباله المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء استمرار بلاده في دعمها لسوريا بمختلف المجالات حتى اعادة الامن والاستقرار الى ربوعها وهن الرئيس روحاني الشعب السوري على الانجازات الاخيرة في مكافحة الارهاب وقال ان رسالة تحرير مدينة حلب تتمثل في قوة الشعب السوري في الدفاع عن بلده مضيفا ان الارهابيين وحماتهم لن ينجحوا في التوصل الى اهدافهم واكد روحاني انه يجب استغلال الفرصة المتاحة لمكافحة الارهاب موضحا ان اصدقاء سوريا يؤكدون ان الشعب السوري هو من يقرر مستقبله واعرب روحاني عن امله في ان تؤدي محادثات استانا الى نتائج حقيقية بين السوريين وتحقيق تطلعاتهم من جانبه قال المهندس عماد خميس ان تحرير حلب حصيلة الصمود والمقاومة للشعب السوري وتضحيات الجيش العربي السوري ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية وسماحة قائد الثورة الاسلامية واضاف المهندس عماد خميس ان لدى سوريا اليوم حكومة وشعبا ارادة قادرة على مواجهة الارهابيين واعادة الامن والاستقرار الى ربوعها واعرب المهندس عماد خميس عن امله في ان تؤدي محادثات الاستانا الى احلال الامن والسلام في سوريا والقضاء على الارهاب وتحقيق النصر النهائي واشار رئيس مجلس الوزراء الى اهمية دور الجمهورية العربية الاسلامية لاحلال الامن والاستقرار في المنطقة مشددا على ضرورة توثيق العلاقات الثنائية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وداعيا الى تفعيل لجنة التعاون المشترك بينهما وتواجد القطاع الخاصة الايرانية في مختلف المشاريع السورية